أهلا بكم كسرت القوات المشتركة محاولات تسلل للميليشيات الحوثية داخل مدينة الحديدة وكبرتها خسائر فادحة الإعلام العسكري أكد أن القوات المشتركة كسرت محاولات تسلل للميليشيات على عدد من المواقع مواقع القوات المشتركة داخل مدينة الحديدة وكبرتها خسائر فادحة وأكد أن بقايا جيوب الميليشيات استهدفت قرى المرازيق ومزارع النخيل في وادي الجاح بمختلف أنواع الأسلحة مخلفة المزيد من الأضرار في منازل وممتلكات الموطنين وأضاف إن الميليشيات شنت عمليات سهداف متكررة على مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية تابعة لمديرية التحيطة باستخدام قضائف مدفعية الهون الثقيل حيث تساقطت عدد منها بمحاذاة مواقع تتمركز فيها القوات المشتركة وأطلقت الميليشيات النارة بكثافة على مواقع القوات المشتركة في المنطقة ذاتها مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة كما إن بقايا جيوب الميليشيات شنت بالتزامن شنت قصفا بقضائف الهون والار بي جي فضلا عن قصف بالأسلحة الرشاشة صوب القوات المشتركة كما قصفت مستشفى 22 مايو داخل مدينة الحديدة وتأتي هذه الخروقات في وقت تحشد فيها الميليشيات وعناصرها باتجاه مواقع المقاومة منذ بدء الهدنة لكنهم يصدمون ببسالة أبطال القوات المشتركة ترجمة نانسي قنقر